موسيقى فإذن كان المشكلة الصوم للحصول على المديح ومجد من الناس لكن لو أدركنا قوة الصوم الصوم هو السلاح وعلى فكرة اليوم بيحكوا لنا الناس العلماء أنه كتير ناس بتموت بسبب الفقر والمجاعات في كل مكان وكمان من ناحية تانية في كتير ناس عم بتموت من كتر الأكل الأكل اللي عم الطعام اللي بيسبب كل أنواع الأمراض اللي بيرفع السكر والضغط إلى آخري أنا طبعا مش طبيب لكن الفكرة في الموضوع أنه كتير مرات بنأذي أنفسنا فالصوم فعلا بيهذب وبيدرب حياتنا وهو عبارة عن سلاح روحي قوي الصوم فيه تكريس للآب أنا أعلن تكريسي ولائي كامل طبعا موسى عشان يخدم الرب ويعطي الشريعة كان لازم يصوم يسوع نفسه صام حتى يبتدي الخدمة فدايما الصوم مرتبط في الحرب الروحية مرتبط في الخدمة مرتبط في التوبة كمان أنه نشوف أمور في العالم الروحي أنه ربنا يتحرك طبعا ليس الهدف أو المقصود من الصوم تعذيب النفس ولا المقصود من الصوم دايت يعني أنا عم بعمل رجيم في الصوم على أساس يمكن أنا أطخنت لازم أنزلي أكم كيلو مش هذا المقصود وليس الصوم يعني الامتناع الكامل أو القليل لكن فيه دافع مهم جدا أنا بصوم حتى ربنا يتعامل معي في شيء معين في هذا الموضوع أحبائي المقصود من الصوم مش أنام في ساعات النهار أو في ساعات الصوم بكون نايم فأنا مرتاح مش عم بشعر في الجوع ولا أنه بامتنع أنه أروح عن العمل ولا بقلل من ساعات العمل ولا أنه بتزمر على الناس اللهم أني صائم ولا بظهر للناس كأنه يعني طالع من السجن ولا كأنه عم بتعامل مع الناس شوفوني يا جماعة أنا إنسان صايم تعاطفوا معاي لا أحبائي المسيح بيتكلم عن قوة إذا صمت ادهن رأسك اغسل وجك أنت صايم مش للناس صايم للرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر